السلام عليكم أخواتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير محببكم في قناة طبخ سمية اليوم بإذن الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة كيف تشوفوا نقوم بتحضير حلوة سهلة اقتصادية مكونات لي هي جد بسيطة هتحصلوا على واحد الحلوة اللي كتجيها كراقية شكلا ومداقا كتجير لذيذة جدا جدا فنتمنى فعلا أنكم تجربوها أنا متأكدين إذا جربتوها سيتنال إعجاب ديالكم وكيف مطلعكم المكونات ديالها جد بسيطة ننخلكم مع المقادير وطريقة التحضير اليه ذو بسم الله على بركة الله بالمكونات بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو فهذه الحلوة هاتي جوج حبات ميناء البيض غادي نحتاجو نصف كأس ميناء السكر سكر حبيبات مايوعدل 70 جرام غادي نحتاجو كدالك نصف كأس ميناء الزيت مايوعدل 70 مليليلتر غادي نحتاجو واحد ساشي نحتاج ملعقة كبيرة من النشاة نحتاج كيس من خميرة الحلويات 7 أو 8 جرام نحتاج قبص الملح نحتاج ملعقة الكاكاو والمور ونحتاج الدقيق نحن نحن تحديث عن كمية هذه هي المكونات التي لدينا سنقوم بتحضير طريقة التحضير نضع حبات البيض نضيف الساشي الفانيلا نضيف كذلك القبص الملح ونضيف السكر ونخلط هذه المكونات جيدا ثم نقوم الآن بإضافة الزيت نضيف الكاكاكاو ونضيف حلقة ونضيف الملحة ونضيف الملحة ونضيف الملحة سوف نضيف ملعقة سوف نخلط هذه المكونات سوف نضيف ملعقة سوف نضيف ملعقة سوف نضيف ملعقة سوف نخلط으로 نضيف ملعقة Landsat سوف نضيف ملعقة تضيف الكيمية تجمع العجينة تحتاج الكيمية 300 جرام من الدقيق تحتاج الكيمية 300 جرام تحتاج الكيمية 300 جرام تحسن بها بسجد جدا تقوم بلاطة لتدخل الفرن تقوم برقة الزبدة وتحسينها بكويرات فتقوم بعملها بالميزان بالنسبة اللي كيبغيو الحلوة تجيهم كلها بنفس الحجم أنا هنا غدين دير غي عيني ميزاني صافيو كنقدها بات الشكل هذا وكنستعمر حتى كنعمر اللاتة كلها وغادي ندخلهم كيطيبو في واحد الفرار اللي كنكونوا مسخنين ومقبل يعني كتسخنوا واحد شوية قبل ما تدخلوا الحلوة ديالكم فبالنسبة العافية كتكون هكا مهيلة قريبة للمتوسطة باش كتب الحلوة ديالنم زيان صافيو نطلقوا وبعد ما نخرجوها من الفرن وبالنسبة للعافية فكتشعلو لها فقط من الأسفل باش ما تشقق لكم ش هكا من الفوق كتشعلو لها فقط من الأسفل حتى كتبال لكم تحملات من الأسفل عاد كتشعلو لها هكا من الفوق باش كتتحمل كذلك من الوجه ديالها وغادي نستمر بهذا الطريقة هذي غادي نشكل كذلك اللطاء تانية والكمية اللي سبقات عندي ورجعو نطلقوا باش نشوفوا الشكل ديالها بعد ما نخرجوها من الفرن وكيكون هادا هو الشكل الحلوة ديالي بعد ما نخرجوها من الفرن فكتجينا على هاد الشكل هادا كيف ما كتشوفو فكتزد نتافخ بما اننا نوضعين فيها الخاميرا فدكتشي لاش وضعتهم شوية متباعدين وكتحمروها كيف ما كتشوفو بهذا الشكل هادا فما كتخليوهاش تحمر يعني بزاف لانها ما ديش تبال لكم بما انه فيها الكاكاو فبمجرد ما كتولي بهذا الشكل هادا صافي كتخرجوها وهانتو ما الحلوة ديالنا كيفاش كاتجي من الداخل كاتجي هكا رطبة وكتجي الشيشة كتجي رائعة وغاتيندزوا التزيين وبالنسبة للتزيين فكيف ما كتشوفو عندي هنا يا شوكولات فيرميسيل وعندي كذلك المربة بنسبة المربة فضفت عليه القليل من ماء الظهر المربة الخاص بالحلويات لي كيكون جاري فضفت عليه واحد الملعقة من ماء الظهر وضعته فوق النار هكا غي كيقرب يغلق وكنحيدوه وكيولي بهذا الشكل هادا سوف نوضع فيه الحلوة بهذا الشكل هادا فغادي ستبالكم الإضاءة شوية ضعيفة ولكن نرى هاد الحلوة هدي هكا صيبتها بالليل داك شيع لاش كيبالكم بحال هكا الإضاءة فكيف ما كتشوفو هنا يا كنمرروها بحال هكا من جميع الجيهات كنغطسوها في هاداك المربة وهدي نوضعها في الشوكولاتة سوف نغطوها جيدا بالشعرية ديال الشوكولاتة بهذا الشكل هادا وكيجي الشكل ديالها بحال هكا كيف ما كتشوفو سوف نوضعها جانبا وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى كنسالي هاد الكيمية كلها اللي عندي وكتحاولو انكم تستقطروها بزيان هكا من هاداك المربة باش ما تاخد لكمش كيمية كبيرة بززاف ديال الشوكولات سوف يكون هدا هو الشكل نهائي ديال هكي فيما كتشوفو كتجي اكتر من رائعة كتجي لديدة ديدة بزاف بزاف كتجي من داخل هكا رطبة وحيتاش كتشرب هاداك المربة وكيعطيها هكا طراوة فنتمنى انكم تجربوها وكيجي هكا كذك شكولات ديالها معلك مع المربة فانا زينتها هكا بالقليل من جوز الهند من الفوق فتقدروا تخليوها غيب حال هكا كدك او ترشوها بشوكو او تخططوها هكا بشوكولاتة البيضاء كذلك كيجي الشكل ديالها زوين وصنا نهاية الفيديو فنتمنى انكم تجربوها وتنالاعجاب ديالكم تلقوا فيديو قادم مع وصفاء اخرى دمتوا في اماني الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته